السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة إن بين يدي الساعة فتن أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن هذه الفتن يسلم بعضها بعضا كنا بنتكلم مع الناس منذ فترة وبنقول لهم السنوات الخداعات وبنقول لهم الأحداث العظام القادمة وإذ بنا فعلا والله نعيش هذه الأحداث الأمر خطير زي ما أنا كتب لكم في العنوان الأمر فعلا خطير جدا جدا لأن السنوات الخداعات نعيش كل التفاصيل بتاعتها لأن الأحداث العظام بنعيش كل الإرهاصات بتاعتها بقوة فتنة الدهيماء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم التي أصبح فيها الرجل مؤمن ويمسي كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل عايشين كل تفاصيل هذه الفتنة والسنوات الخداعات التي يتكلم فيها الرويبضة عايشين كل التفاصيل بتاعتها بقوة يؤتمن الكاذب يخون الأمين يصدق الكاذب يكذب الصادق اتساع الفجوة الكبير جدا ما بين معسكر الإيمان ومعسكر النفاق فعلا أصبح العالم الآن فريقين فريق إيمان لا نفاق فيه شفنا الكلام ده وشفنا أيضا معسكر نفاق منزوع الإيمان تماما يخرج علينا رجل من الكتاب ولن أذكر يعني الدولة بتاعته لأن احنا مش في مجال نحنا نقول ده مصري وده يمني ده سعودي ده جزائري مش ده الموضوع ليست هذه هي القضية ولكن القضية فيما تكلم به كرسة مصيبة بكل المقاييس تعالوا لمدة دقيقة تقريبا نسمع ماذا قال هذا الشخص ماذا قال ونرجع بتعليق هام جدا جدا الأرض أرض الفلسطيني أنت ما أنت عربي ولا لك أرض ولا لك قضية الأرض أرض إسرائيل والقضية قضية إسرائيل معك كان سحاق شامير ورابين وشارون وقل دمعير وستاني والله من الجسم هذلك كانوا أبطاء تدريوا ألا لا لكن ناتنياهو الجبال لأن ناتنياهو ما حرقكم ماذا لشي ببال أسلحة مكدسها عنده يا أذم يا ناتنياهو أحرق هالعصابات هذه وهالشتات وهم الملك ببين وريح نفسك وريح العالم منهم وريحنا حين منهم ليش مخليهم ليش فتحهم من حدود يهاجرون الأرض أرض الفلسطيني أنت أنت عربي هذا الرجل محسوب على الإسلام وعلى المسلمين هذا الرجل على فكرة منه كتير كتير منه كتير يعني اللي بيعطنق فكر هذا الشخص كثير جدا وضحكوا عليكم وقعدوا سنين طويلة عايزين يخرجوكم عن قضية فلسطين أنها وعن المسجد الأقصى أن هي قضية إسلامية بحتة فخدوا الناس بالتدريج يعني خلوها قضية عربية والقومية العربية وهذه النعارات والكلام ده كأن مثلا المسلم اللي موجود في أوروبا الفرنسي والألماني والأمريكي ملوش حق في هذه المقدسات أي مسلم له حق في هذه المقدسات فأخرجوها عن كونها قضية إسلامية عقائدية كمان بحتة إلى أنها قضية نزاع ما بين دولتين وكان النتاج أن في أجيال شربت هذا الكلام ما تستغربش لأن الموضوع ده شغال من انتهاء الخلافة لما قضوا على الخلافة آخر مظهر من مظهر تجمع المسلمين يعني الكلام ده شغال داخل في مئة سنة فما تستغربش أن هذا الرجل اللي سنه من الصغير نتاج هذا الفكر لأن هذا الفكر قديم إبعاد الناس عن الدين وفكر التغريب وإن كل دولة لها الشأن بتاعها وشوف كمان النظرة التحريضية الواضحة للرجل يعني كلام قبل كده كان الكلام بيبقى دبلوماسي الآن الكلام بقى واضح خلصوا عليهم اخلصوا منهم احرقوهم انتوا غلطانين وبيلوم قيادات البعدة وبيقولهم المفروض ان انتوا تخلصوا عليهم وتخلصوا منهم اننا لله واننا اليه رادعون فعلا هذه هي السنوات الخدعات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المشاهد أيها الأحباب بالرغم أنها صادمة هذا الكلام كلام صادم إلا أن الشر أحيانا يحمل في طياته الخير الكثير لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ليه لأن التمايز اللي بيحصل دلوقتي أو الحاجة بيعرفنا وبيأكد لنا أننا في زمان الإمام المهدي وأننا في آخر الزمان ليس كما يدعي أهل الإرجاف وأهل الإنكار اللي إحنا وراهم بالمرصاد ثانيا هذه المشاهد وهذا الكلام يخلينا نتأكد أن الأرض فعلا ملئت ظلما وجورا وغاب المنطق وغاب العدل ولا بد من وجود رجل لكي ينهي هذه المعادلة الصفرية التي وصل إليها العالم بصفة عامة والعالم الإسلامي العربي بصفة خاصة لازم يأتي رجل لكي يفض هذا الاشتباك ولذلك الواجب الآن على الدعاء أن هم يفهموا الناس ويقولوا للناس بكلام واضح لا يحتمل التعريض أننا في زمان الإمام المهدي وإن كنت أنت كداعية ترى عكس ذلك اطلع ويقول وكل واحد يطلع يقول وجهة نظره اللي هي نابعة من الأدلة الشرعية وفي الآخر خالص الحكم للناس لكن للأسف فيه ناس بتمسك العصاية من الوسط يعني أحد الدعاء المعروفين وليه قناة طلع يتكلم وعمل حلقة عن المهدي وقاعد يتكلم عن المهدي وحلقة طويلة عريضة وقاعد بيتكلم كلامه هو في النظري شاطر أوي شاطر أوي في النظري وقاعد بيتكلم عن المهدي وخصائص المهدي والكلام ده يا رجل اطلع وقول للناس سؤال سين سؤال جيم جواب هل نحن في زمان الإمام المهدي أم نحن لسنا في زمان الإمام المهدي ولذلك مش كل الناس أيها الأحباب اللي عندهم قوة المواجهة اطلع قول للناس واستحمل وجهة نظرك لكن إما تطلع في حلقة فوق الاربعين دي أتكلم الناس عن المهدي وفي الآخر السؤال الأهم هل نحن في زمان المهدي أجب قول للناس إحنا في زمان المهدي ولا لأ فقوة خلصت الحلقة واللي فيهم فيهم كل وقت فيهم على مزاجه لأنه كلامه مبهم فيما يخص أهم نقطة يعني إما نطلع معك في حلقة وأعود أتكلم معك لمدة خمسين دقيقة عن المهدي وعن حياته وإصلاحه وهل هيتم إصلاحه إزاي وأتكلم وفي الآخر خالص السؤال الأهم إحنا في زمان المهدي ولا لأ لا إجابة بيمسكوا العصايا من الوسط للأسف الشديد فواجب الدعاء أنهم يتكلموا حتى لو خلفت وجهة نظرنا اطلع بس اتكلم بدليل وإحنا هنرد عليك أيضا بأدلة شرعية واضحة بارك الله فيكم أيها الأحباب بعد قليل حلقة أهمة بإذن الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا